اشتركوا في القناة شكرا 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 اذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جنحنا ولدكم هما ولدنا الاولياء يتسألوا عندهم عدة تساؤلات لتربية ولدهم بالطريقة السليمة اليوم راح نترقوا الموضوع مهم جدا هو تأخر الكلام الدراري لطولوا باش يهضروا نترك اليوم مع اخي سائيين راح نترقوا لهذا الموضوع باش نعطيكم النصائح اللي تفيدكم ان شاء الله وربي وفقكم في تربية نشأ ولدكم لي هما ولدنا ورهم تحت جنحنا في هذا العدد في هذا العدد نستهدفوا معنا اخي سائيين باش ينورونا بالنصائح انتحهم معنا الاخي سائية النفسانية دكتورة محرز عبلة خان تفضلي مادام شرفتنا مادام شرفتنا محبابيك معنا كذلك الاستاذ لابري مختص في علم التربية تفضل تفضل مرحبابيك شرفتنا شرفتنا تفضل 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 استاذ تفضل ومعنا كذلك تجربة تجربة حية معنا ايمان تفضل ايمان شرفتنا شرفتنا تفضل مرحبابيك مرحبابيك في كل مرة نستهدفوا طفل ولا طفلة باش يدينوا وجيبات المدرسية انتعوا اليوم معنا ميلين ميلين تعالي ميلين تعالي بنتي باش راكي ميلين الحمد لله لا بس شاطرة ميلين شحل في عمرك سعى سنا وات الله يبارك قوليلي ميلين كيفش تديري الوجيبات المدرسية تعالي تخليها تتركب عليك هكذا ولا تديرها بنتي ضام ولا حتى يقولوا لك ماما وبابا راح تديري الوجيبات كيفش تديري بنتي ضام بنتي ضام برافو 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 سفت عليها سفت عليها سفت عليها سحى جبتين معدل ميلين 8.82 اوه 8.82 شاطرة بنتي شاطرة اذا جبنا لك هذا المكتب هذا باش تروح يديلي الوجيبة المدرسية تعكم انت تفضلي 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 شكرا عاف تلعاف تلعاف اذا انتم ثاني يا اتفال هذا هو الوقت لتروح يديلي الوجيبة المدرسية تعكم باش تنجحوا لان عندما تختبر وتسأل اما تكرموا او تهان لازم تقرأوا مرحبا بكم مرحبا بكم شرفتونا موضوع تأخذ الكلام موضوع مهم جدا لانو الاولياء بالمرات لما تجيهم هكذا حاجة هكذا الشخول تمسون في الكبدان تحهم ولدو ما يبدأش يحضر ودلال الاخرين قاعد يحضروا اذا يتقلق شوية وكمل احنا ما دا بينا نترقل هاد الموضوع هذا باش بلك نرحين ان نترقلوا الى باران بلك نقول لهم لا لا يتقلقوا وش نعطوهم راح نشخصوا هاد الموضوع هادا وما دا بينا نعطوهم نسائح في الاخير راح نبدأ بيك دكتورة عبلة محلس خان ما دا بينا تفاهمين وش هو تأخير الكلام وخاصة وقتاش لازم نتقلقوا ونروحوا لطبيب ولا ما نروحوش وقتاش تكون حاجة عادية يعني باش الاولياء ما يتقلقوش ما دا بينا توضحين هاد الصورة هادى في البداية دعني ارحب وبشوق وبحرارة كبيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالمشاهدين الكرام وبهذا الجمع من اولادنا وظلوحنا احنا ولفنا بهذا الحصة ويشرفني دايما ويسعدني ان نكون معاك يا زيد وان شاء الله كذلك المشاهدين رانا مولفوا بنا ورانا ضياف خفاف عليهم وندخلوا لديورهم يعني رانا ندخلوا بدون استئداء ان شاء الله رانا نجيبوا معنا الخير احنا يعني رانا ساعدين جدا بهذا تواجد تعنا اليوم اذا تكلموا على تأخر الكلام وعليش قلنا الكلام مش اللغة ومش النطق ولا الصوت ولا لانه الكلام هو عبارة عن صوت ونطق وهو عبارة عن لغة يعني فيه حاجتين فيه شقين اذا يقدر يكون طفل مثلا من ليزاد ما يصدرش صوت يعني هنا مشكل مختلف على انه يصدر كل الاصوات ولكن ما يهدرش لكنه ما يهدرش ما ينتجش لغة ما عندوش انتاج لغوي يعني هنا لازم يفرقوا ما بين الشيئين لازم يفرقوا الارتوفونيين يعني يفرقوا ما بين هاد شيئين واخصائي الاذن والانف والحنجرة الوارال يعني لازم ترضي بالك لو وليدك عمره ما هدر حاجة ولو وليدك يهدر وما يفرزش كما يقولون نا يعني يصدر صوت يصدر صوت اه يعني يصرخ يصرخ يصدر صوت عندو صوت بصح ما يهدرش هذيك حاجة وانه ما يصدرش صوت تماما هذيك حاجة اخرى لانه كما يصدرش صوت تماما احنا تبدأ فرضية اخرى نبدأ ونفكره في حاجة اخرى اللي هي الصامم او الباكم الباكم يعني ما يتكلمش لانه الجهاز النطق لابا غاي ارتكولاتواخ هي متكونة من الفم وكل ما فيهم الفم يعني الاسنان لازم يكونوا مشكلين بشكل صحيح متكون هناك تشوهات تشوهات جراحية اناتوميك تشريحية يعني بشكل اذا يعني عفوا اذا صحيح تعمل تشريحية يعني بالنسبة لتشريح تاعو بالنسبة كذلك للهاث ما يكون شبك دولييف خذفه بزاف ليكون عندهم الارمبية او الشق هذك اللي يزيدوا به كذلك يؤثر على استار لغة كذلك نزيد ونحطه اكتر كاين الاحبال الصوتية والحنجرة اللي هي كامل الجهاز هذا اللي فيه الاحبال الصوتية ثم الرئتين والصوت كيفاش يصدر الصوت هو الهواء اللي يدخل عبر عندنا الهواء احنا يا متمركز في الرئتين طبعا هو كيدخل وكيدخرج عبر الاحبال الصوتية يصدر اصوات هذا هو الصوت يعني ونسمعوه عبر موجات يعني كيفاش كيفاش رح يروحنا للجهاز السمع اللي هو الأدن عبر موجات متحركة في الهواء اذا هذا هو فيزيائية الصوت السواء بالنسبة الى النطق اللي احنا نصدره اصوات او بالنسبة الى السمع اذا باش باش يكون عندنا نطق سليم يعني صوت صوت سليم نطق بصوت وليس بلغة قبل ما نتكلموا عن اللغة نطق بصوت لازم يكون عندنا جهاز السمع سليم كله وجهاز النطق سليم كله احنا باش تصدر اصوات ولكن أستاذة هل هناك أطفال اللي عندهم جهاز النطق وجهاز تنفس سليم وعنهم تأخر في الكلام اللي أسباب أخرى طبعا هذيك مدابية طبعا اذا خلاص اذا شفنا بالطفل هدر ويصدر اصوات يصرخ يعيط يعني يصدر اصوات احتى من الالم ولا يصدر الصوت اذا الطفل هنا عادة يعني الاخصائيين يحددوا سن 12 شهر يعني 12 شهر اللي تبدأ تظهر فيها الكلمات الاولى والكلمات الاولى هذه هي تتركز على الاحرف الشفاهية اكتر على بيها نقولوا ماما بابا يقولوا الاطفال صغر اذا الاحرف اللي يقدر يطبق فيها الطفل شفاتيه هي اللي يجيه اسهل اسهل من الاحرف مثلا اللي يستعمل فيها الاسنان مثل السين والشين ومثل الاحرف مثلا الاحرف الاخرى ينتقها اطفال يقعد احتل سبعة سنين وما عفش يقولو الاحرف مثلا او الاحرف اللي تصدر من الداخل نصدروها عبر الحنجرة او عبر الهات نستخدموه فيها الهات وحركات الليسان المختلفة اذا الحروف او الفونام احنا نقولولهم النغمات الصوتية اللي رأنا نتكلمو بيها او نستعملوها يوميا هي متعددة المخارج كي نعدة مخارج صوتية نستخدموها نستخدموها في الابجادية كلها او في اصدار الاحرف والفونامات كلها اذا الطفل كما قلنا الى 12 شهر نبدأ وحنا كاخصائيين ننتظروا منه انه يقول كلمات الطفل اللي مثلا الحق حتى 18 ولا 20 شهر على الاقل 30 على الاقل 50 كلمة وهكذا هنا يعني مع تقدم العمر يعني ممكن يكون تأخر صغير طفيف هذاك معليش معليش كين هامش ما نقدرش نقوله احنا تحديد مضبوط وقتاش يبدأوا الوالدين لازم يرحوا الاخصائي يخافوا يخافوا وما يرحوا عند اخصائيين عادة فقط 3 سنين فقط 3 سنين إذا كانت 3 سنين والطفل يحتاجد الجملة مثلا لازم نأخذوا نعرضوها وعليش 3 سنين وعليش 3 سنين 3 سنين من 3 إلى 5 سنين 5 سنين ونص هو السن الاجتماعي لافاس سوسيال الفترة الاجتماعية وش معنى هالفترة الاجتماعية طفل غير ما يزيد العامين الأولين هدو من لانيسانس حتى العام حتى العامين يبدأ يطور ويتنمو عنده وظائف نفسية حركية حسية وش معنى هذا بش نبسطه أكثر للأمهات والموربيات لرنب المنازل إذن طفل غير ما يزيد يبدأ أول حاجة اللي يبدأ يعني يتواصل بها مع العالم الخارجي والموحيد تاعه هو الحاوس الخمسة هي الرؤية السمع طبعا الشهر ونصف شهرين الأولين اسمها حالة لتمايز الطفل هو سيستام نغذو تاعه أو الجهاز العصبي تاعه ما زال ما والفش بالمؤثرات الخارجية لخارج بطن أمه كان هو كائن محافظ عليه بخط يجي محفوظ داخل الرحم وكان كذلك داخل الماء يعني ما كانش طفل عنده ما زال ما تعاملش مع الهواء كائن مائي أكثر وكان الغذاء والهواء كله يجيه عن طريق المشيمة لسينتا عن طريق الدم تعييمه دو كي يخرج يبدأ يحتك بالعالم الخارجي تبدأ تجيه مؤثرات هذه المؤثرات هي اللي تكمل تنضج وتطور الجهاز العصاب يتطور وبالتالي يزيد هذا التطور الحسي يزيد يسمح التطور آخر وهو الحركي يبدأ يوقف يمشي يتحرك ومع هذا التطور تبدأ الأصوات ترجع يعني متطورة ومتحكم فيها أكثر وبالتالي كي يلحق ثلث سنين احنا ننتظروا أنه تبدأ تكون عنده لغة إذا كان ثلث سنين ولا ثلث سنين ونصف ولا شهرين ولا الطفل شفنا باللي عنده صعوبة في الكلام واش ندير إذن صعوبة في الكلام واش معنتها هذه الصعوبة في الكلام اللغة بالذات أو الكلام اللي هو الكلام عامة اللي هو لغة وصوت هو عبارة عن فهم الرسالة فهم الرسالة اللي وجهتها له مثلا تقول رح جيب لي تيلي كوموند رح جيب لي كاسماء طفي الضو يفهم الرسالة هذه يفهم الأوامر وكذلك يعبر عن احتياجاته يقول لك أعطيني نشرب الماء راني جيعان راني حبك دار راني حبك دار نحب نخرج يوصل للرسالة هذه هي اللغة يعني اللغة السليمة هي أنه يفهم ويوصل كين أطفال يهدر ناس مكريم أنا شايفي نقولها ولا يقول لك العقون متهم وغريم ما كين بزيف أطفال أنا نعرفهم في العقل يبعوا كامل هو معي أو يهدر أنا ما فهمش وش قال مثلا بسعي ما فهمت دونك من رأي هذا نوع آخر يعني يهدر وما يفرزش كما يقولوا هل هذا نوع آخر ولا نفس النوع اللي عنده طبعا هو نوع آخر وهو يقدر يكون راجع إلى عدة أسباب يعني تأخرات أو اضطرابات الكلام بشكل عام تقدر تكون وراثية تقدر تكون ترباوية مثلا الطفل اللي يعيش في بيئة فيها اضطرابات كلام والوسط الاجتماعي مهم جدا تكون أم متأتي أو لا يكون هناك أطفال يعني صم ولا بوكم في المنزل وكين أطفال عايشين في عزلة كذلك بسوطف لازم تحضر معاه طبعا وعلى شربطنا احنا يا يزيد لو كانت تشوف والمشاهدين الأعزاء وعلى شربطنا اللغة بالمرحلة الاجتماعية بدل لأنها هي الوسيلة الرئيسية والأساسية والمحور اللي رح يدخل به للمجتمع مثلا كما نشوف هذا واصل طبعا اتصال والتواصل نرجعه مثلا الفيلم تعتار زون مثلا عاش في غابة أربوها الحيوانات ما يعرفش يهدر لأنه ما اسمعش لهذا لكن اكتسب اللغة عادية يعني اللغة الكلام ما عندوش دونك الطفل أنا أقول لأولياء الطفل لازم يهدروا معاه لازم يهدروا معاه لأنه يكتسب كما قلت مقبرة أستاذة ومن بعد يرجع لازم يفهم الرسالة ومن بعد يرجع نظن باللي أنا من رأي هادو كامل أشياء مثلا الطفل ما هدروا شمعاه مايفهمش يتأخر شوية ينتق كلمة مايفرزها شو كامل حتى اللي هنا مرناش جابلياربي في الريسك كما يقولو في الدنجي باتولوجيك يعني مايش حالة مرضية كما يقولو نحبيت وخاصة بعد نوصلك سيلابري علش تكلمنا على ثلث سنين خمسة سنين بس كمور خمسة سنين بدا سنتم أدرس شكرا أستاذة شكرا نرجع لك نرجع لك باش انبارا سوري الهيب هاران سيرتو مدبيا نوصلك سينوردين لابري تسعة وثلاثين سنة في سلك التعليم لما تكلمتنا لأستاذة محرس خان عبلا على على ثلث سنين خمسة سنين مباشرة قلت نفوتوا لعندكم وبعد نرجعوا لها هل هل صادفاتك ولا هل شفت أطفال عندهم تأخر في الكلام ويا هل ترى كيفاش تعاملتوا معهم وجاب لي ربي هدف الطور الأول على ما نظن الحمد لله على كل حال من بعد وبالك وبالك كين حاجة وبالك الأولياء كين الأولياء أبن وليدوا عندهم تأخر في الكلام ولا ما يفرزش ولا ما ياخدهاش بعين الاعتبار حتى يدخل المدرسة بسكو كيدخل المدرسة لازم يقرأ لازم بلك تمال هل مدرسين ومربين يعيطوا لهم يقولوا لهم بلك هاد شيء اللي رح يساعدهم بوراميليوري بسكو لحسن ما فهمت مع الأستاذ عبلا لازم بين تل سنين وخمس سنين تمال يلازم التفل يسوبرونشاج ولكن كين حالات متأخرة اللي ساتفتكم مدى بنا تكلمنا عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أصف المرسالين اسمح لي سيزيد أن أوجه لك الشكر الجزيل على إعطاء هذه الفرصة لشارك بما استطيع عليه وفق تجربة المتواضعة في ميدان التربية والتعليم حتى نحاول أن نعطي بعض الآراء وبعض التوجهات للأسر الكريمة وللأباء نلفت الانتباه نلفت الانتباه نعم لأن العملية التربوية نحن ما نتفلوش القلوب ليرنا هنا بش يعني نجاوب على كل لا لا أبدا ولكن بالمرة نلفت الانتباه للأولياء على حاجة لتهمهم نعم خاصة أن العملية التربوية هي مشتركة التربية ليست على عتق الأسرة وحدها ولا على عتق المدرسة وإنما هي عملية مشتركة الفاعلون في العملية التربوية كثيرون وليست الفرصة بش نحصيهم ربما في حصة أخرى هذا من جهة من جهة أخرى هذا المشكلة مشكلة تأخر الكلام هي مشكلة مهمة جدا لطرحها لأنها تؤثر لمحالة مباشرة مباشرة في التحصيل المدرسي وحتى في نمو نمو الطفل فيما بعد ولكن في نفس الوقت لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقلق الأولياء أو أن يخافوا كثيرا من هذه المعضلة لأنها ليست حادة وليست خاطرة جدا أعطيك مثال فقط هذه هي اللي بعد نرجع الأستاذة محرس خان باش تقولنا وين لازم يخافوا نعم نعطي مثال فقط أنشتاين العبقاري أنشتاين ما بدأ يتكلم إلا بعد خمس سنوات في عمره سبحان الله شوف يعني عبقاري معروف إنشتاين ولكن كان عايش في غابة نعم نعم هذا حقيقة تاريخية لا لا مكاش يتكلم بالوقع الاجتماعي وكان نبحثوا بلكن نسيبوا الوقع الاجتماعي نعم ولكن بعد خمس سنوات بدأ يتكلم في ست سنوات أصبح عادي عادي جدا بل تفوقه على الأخار هذه هي راسيورون لبارو هذه ولكن هذا لا يعني أنه لما نلاحظ أن ابن تنا يعني فيه عنده تأخر ما يوضحش في كلامه ما يملكش المفردات وكل اللغة اللازمة بيعبر عن اهتياجاته كما تفضلت الأستاذة أو أن يعبر عن ما يرى عن ما يريد إلى غير ذلك هنا لازم الأولياء يتحيروا قليلا عندما في السن يتقدم في السن نعم يبدأوا يتحيروا شوية نرجع إلى مدرسة نحن في المدرسة هذا هو هذا الأمور الوجهة في الابتدائي خمسة ستة ويحدث ويحدث أصوات وحتى كلام يتكلم ولكن بضعف الجملة ما يكملهاش أحيانا ما يفرزاش وهنا الوالدين هنا الأم تفهموا لأنه يتكلم كلمة ثنين تعرف لأنها تعودت عليه بالضبط إذن هو ناقص نسميه نقص في اللغة نقص في اللغة نحن في المدرسة بس نكون مختصر في المدرسة أعلي بالكم بأنه في الابتدائي في التطور الأول والثاني الهدف والهدف وشنه هو هو ثلاثة أهدف الطيف لازم كيكمل التطور الأول والثاني يقول يعرف يكتب يعرف يحسب ويعرف يقرأ إذن هنا القيراءة والقيراء على الكتور الإكتبريسيون أورال كم يقول الإكتبريسيون أورال برك الله والقراءة نوعان هناك القراءة السرية يعني في القراءة يعني طالب التلميذ يقرأ وحد ونص وبصوت غير مسموع ولكن فيها كذلك منافع وأهدف ولكن كان هناك القراءة الجهرية القراءة الجهرية كذلك فيها منافع وفيها أهدف إحنا لابد التلميذ نعودوه باش يقرأ معطوله مرة على مرة في القسم قال أقرأ أنت هذا النص أقرأ هذا النص نازم بشي تعلم يهدر بفصاحة هنا مشكلة هنا تبقى مشكلة هنا لي تعرف هنا طبعا نحن نكونوا تقريبا عارفين يعني المعلم نحن نقول نحن يعني المعلم هل كان عمل مشترك مع الأولياء لابد لابد هذا وحده المعلم لا يفيد ولا ينفع والأسرة وحدها لا تنفع من المفروض نحن نديرو نداء المربيين لازم يكلموا الأولياء لابد نحن ما نشكوش يعني في النية تعالى المربيين تعالى ولكن هذا نداء هذا نداء لازم يكون عمل مشترك مع الأولياء لأنه بالمرات هو رايح يكون لسالو هو المنقذ تحتى هذه العائلة بلك كان أشياء نكتشفوها في المدرسة بلك الأولياء ما كانش على بلهم دائما في هذا الإطار المعلم يدعو باش مقولش يستدعي يدعو ولي الأمر أم أو الأب خاصة الأمهات ويطالبهم بإعطاء أكبر فرص للطفل في البيت للقراءة أمام العائلة يخذوا أي نص وجود الكتب يقولوا لازم يقرأ وعطينوا كل الوقت اللازم ما تقلقوش لأن الأولياء ما رغمش ما يتحكموش في الأمور البيداغوجية ربما كشفوا في البطاشة ويقولوا أيا أنت أعطينوا الوقت الكافي خليه يقرأ وخليه يقرأ جهرا باه يتعود على مخارج الحروف بذب لأنه هذا عنده تأخر تقبيل بارك الله فيك قلت يوصل حتى الخمسة ست سنوات الخاي يقولها حا بذب وخين الرام ما يطقهاش مليح ولكن بالتعود نعطي له فرصة وخاصة كذلك الطفل الصغير لازم نهنيوه كلما شعرنا بأنه فيه تحسن ولا طفيف نهنيوه أمام الملأ باش تكون عنده دافعية باش يزيد يوالف ويتعود على النطق الصحيح ولكن بالتجربة هذه يعني من بعد الطور الأول والثاني الطفل ينفجر وينطلق عموما أقول عموما إلا في حالات حالات معينة تطلب أطباء خصائية ذلك الأولياء ما تخافوش شكرا 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 أناسا إيمان مرحبا بك مرحبا بك مقبلة كنت تكلمين أنا وياك في الكوليس تكلمتني على واحد من الأقارب التي كان عنده ماذا بينا تكلمين ولو في عوجلة يعني حبينا نعرفه كيفاش كان نرد الفعل تعال عائلة تعكم وانتمما كيفاش تعاملتوا مع الطفل هذا اللي طول باش يهدر وكيفاش واش من سنة باش بداي يهدر وكامل ومن بعد هذا الطفل وين راح دركه وشو متطور ماذا بينا تكلمين عليه في عوجلة تفضلي سهلا عليكم شكرك معلول قبل كي استضفتني في الحلقة تاعك مرحبا بك شكرا كان الطفل من أقالب توعي كان عنده لحق حتى لتلت سنين ما كانش ينطق ما كانش يهدر ما يفرش ما يفرش يصدر أصوات كي ما يعبر على الألم تاعه ويصدر أصوات بزاف بصح النطق ما يقول ما يديرش جملة مفيدة ما ينطق حتى كل ما ما ينطق حتى كل ما كي لحق تلت سنين تلت سنين ونص بدأوا الأولياء توعي يتقلقوا بزاف سيختوه كانوا وكانوا يحضروا وكانوا يحضروا وكانوا يعبروا على شعورتهم ما هو ما كانش ينطق ما بدأوا يخافوا أولياء توعيه ومن بعد الدواء هالطبيب قالت له طبيبة هكاب اللي ما كاينوالو شغل هذي ببرك عنده تأخر شوية ومن بعد الحق السن تاع القرايا خمس سنين ست سنين بدأ بالعقل بالعقل ومن بعد تسرح كما قال أستاذ يعني ست سنين بدأوا ما تخافوا شيء أولياء نحن بدأ بنا شكرا 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 إيماني تكسحها تكسحها على هاد الشهادة هذي بدأ بنا أستاذة محرسقان في عجلة يعني تفهمينها على حسب واش فهمت يعني المشكلة يبدأ بالتلسنين أو خمس سنين بدأ بيا واش نقولوا الأولياء وقتاش يخافوا وقتاش ما يخافوش واش من أخي السائر يروحوا يشوفو يا هل ترى كاين دي زليمون كاين دي تست بلك حنا نقدرون نعاونهم بهم يقولوا موش يديروا لهذا الطفل هدا ولا بلك كاين نصائح نصائح باش يساعدوا الطفل هدا باش يتجاوز هاد المرحلة هاد فضلوا أستاذ اذا كما انتايا طمنت الأولياء والأستاذ الكريم بتاعنا الكبير وأستاذ لابري تاني طمن الأولياء نتاني يعني من خوف الأولياء باش يحبوكم غير نتوما هكذا اذا صح هادو الأطفال يراكم بتقولوا عليهم قاع يتسرحوا هم بعد هما كينين صح يعني هاد الحالات صحيا وفي العلم الأورتوفونيا معترف بهم كينين عدة أطفال اللي هو ما يقدرش يعبر برك ما يخرجش هادك الراسيد اللغوي أو المنتوج الإنتاج الانتاج اللغوي التاعو وكأنه محصور يجي وقت لي 4 سنين 5 حتى 6 سنين وينطالق ويتكلم بشكل صحيح كينين بالزات حالات لي يتكلم بشكل صحيح انا وش حبي التاني هل ترى النفسي ينتاعو هو طفل على كل حالة نظن بليه الطفل هل نفسي ينتاعو يعني يعاني من هاد شي كيش نشوف الأطفال عاديين وهو شوية في النطق وكامل هل نفسي ينتاعو تتأثر؟ طبعا إذا مثلا تخيل برك في نفسك هكذا أنك ركحب تعبر على احتياجاتك بضل وانت مكموم الفم وش رح يصرها لك رح تقعد محصور هذاك الحصر والتوتر والقلق واللي مام الفيولانسي واللي عنف مثلا لازم يكون تعبير تعبير عن الاحتياجات وتعبير عن المكنونات وش رو كاين دخلنا لازم نعبره نعبره بطريقة كما قلت تولي بطريقة عنيفة تولي بأي طريقة أخرى تعويضية أنا شوفته في حصة معامو يزيد جوني أطفال عندهم تأخروا في الكلام مثلا كيف باش يعيط له صاحبه طفل هادا يدربوه مثلا كيف يقدرش يعيط له هو في ميزورة هو يجلب الانتباه تاعه ويجلب الانتباهه إذن الأطفال لكن احنا يا ما رحش نستنى وهذا الطفل حتى يتسرح ست سنين ولا سبعة وره وعلاش وعلاش لأنه كاين تشخيص فارقي دياغنوستيك ديفيرونسيال وشنه هو هذا احنا نخافه كأخصائيين لو كان تكون كاينة اضطرابات أخرى ماشي يعني التأخر الكلام مره عارض سيمبتوم مره وش هو السبب مره وش هو المرض وشنه هما هاد الأمراض تقدر تكون تأخرات عقلية تقدر تكون هناك اضطرابات عقلية تقدر تكون هناك مرض التوحد اللي راه هو يخبي راه هو يبين بارك وكأنه هادك الحمى ولا أي عارض من الأعراض كما مثلا تجي الحمى هسكوكي تجي الحمى هي بالذات مارض لا هي عارض راه يتخبي مراها مارض هكذاك حتى بالنسبة إلى تأخر الكلام إذن لكن ما خسرنا والو الأورتوفونيين اللي هم الأخصائيين النفسانيين في النطق وفي الكلام راه هم متواجدين في كل مكان متواجدين أبطراب في الصحة الخاصة يعني بريفي ولا العامة ولا في المستوصفات والمستشفيات وعلاش منتأكدش أنا يعني صحة وليدي ونديه إلى الأخصائي خاصة أنه 3 سنين 3 سنين راه هو كبير لازم يكون معليش الرصيد اللغة والتاعو شوي يضعيف ما يقولش بزاف كلمات لديكسيوناخ تاعو ما وشتاري بزاف لكن على الأقل يعبر يعبر ويتكلم حتى أني نجنبه اضطرابات نفسية أخرى اللي على رأسها العدوانية كما قلت ويرجع وكذلك المشاكل التواصلية يرجع ما يتواصلش مع الآخرين وهذا قلة التواصل وقلة الاحتكاك تجعل عنده اضطرابات اجتماعية تقولي شخصيات في المستقبل مضعفات يعني شخصيات ضد اجتماعية شخصيات مثلا اضطراب سوء التصرف اضطراب العناد واللي تكلمنا عليه في حلقة من الحلقات يعني يظهر عندنا اضطرابات نفسية اجتماعية أخرى لأساسها عدم التكفل احنا في الاضطرابات النفسية او القاعدة الذهبية وهي كل ما كانت التكفل مبكر أكثر كل ما كانت النتيجة أحسن تظهر بشكل أحسن اذا باختصاره في عجالة هناك بعض التعليمات العملية للمربيات أو الأمهات اللي يقدروا يكسليروا بها ليقدروا شوية يفنصيوا بها النطق عند الأولاد تحهم اذا شفنا الطفل يعاني من مشاكل تعال نطقه ومشاكل تعال الكلام أولا يجب محاكاته يجب أن نهضر معاه نتواصله معاه كذلك أننا مثلا نقرن ما بين الصوت وأسم والشيء مثلا نقوله القطة نقول الصوت تعالقطة هاي لك القطة تصدر هذا الصوت مثلا المطرقة هاي لك وش تصدر الصوت يعني نعمل اقتران ما بين الشيء والصوت اللي يصدره وما بين الكلمة أو اسم الشيء كذلك عادة الأطفال اللي يكون عندهم مثلا وعليش هنا مليح لدخل أستاذ لامبيري باسكو الأطفال اللي يعاني من الكلام عادة ما يستخدموش الأفعال يستخدمو الأسماء بزاف الكلمة أو الأسماء أكثر من أكثر من يمل هناك ينقرن وما بين مثلا وقفت قعات نشرب الماء مثلا يجي قل لي مثلا ما ما نقوله لا لا قل لي أعطيني نشرب أعطيني نشرب الماء نصحح له نحن مثلا ديفوه تعجبنا هذه الكلمة اللغة الطفولية سميني أكبر بوبو دودو فوفو ونقعده مثلا وها ديفوفو وما تمسها شمار يعني نقعده من كثرة تعجبنا هذه اللغة الصغيرة والتي شغلت تعجب في القلب هكذا فما نخليه وما نساعده الطفل على أنه يطور لغة تاعه لا هذا كذلك خطأ إذا لازم نساهمه في أنه الطفل تعنا نساعدوه على النمو في خلال النمو تعطفل كي ينسيل سيرة من الوظائف في كل عمر كي ينوظيفة اللي راه يتبان وتطمح إلى النمو والتطور ما على المربيين والأولياء والمختصين غير يدفعوا هذا التطور ومنقوا على رأسها بيانسور اللغة إذا أولا كما قلنا كذلك نستخدموا الألوان الطفل وشنو الأصوات والألوان تجلب له الانتباه وهذا الانتباه راح يرسخ فيه الروبيراج والروبيراج أو يعني الاقتيران ما بين شيء وشيء آخر هذا يساعد كثيرا على تطور المناطق الكلامية على مستوى القشرة المخية يعني كل الوظائف المعرفية والعقلية تساعدها كثيرا الروبيراج تساعدها أننا نقرنه شيء بشيء آخر لأن التعلم كله هو سلسلة من البناءات هذا اللي راح نشوفوه حتى بنسبة الاستبارات شكرا 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 تساعدها يعزلوه يقول لك نعزلوه فهمت شو يحشن به نعم نعم يحشن به هذه خطأ خطأ كبير الأخصائيون خطأ ينصحون باش تخلط تعزلوا من الواقع الاجتماعي يعني لهو الدول اللولاني وأنه يكون اجتماعي ويهضروا كامل نعم خليه خلط للولاد خاصة في العائلة هذا هو العلاج الأول كما قالت أستاذا أنه يكون اجتماعي وأحيانا يقول لك ما نخليش يتكلم أو يخالط أو يتعامل مع واحد لأكبر منه شوية سنن هذا خطأ كذلك لأكبر منه سنن لأنه أكثر حركية أكثر كلام أكثر كذا فهنا يتعود ويكتسب هذا النقص شغالي شكرا 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 خد لي أستاذا وهنا اللي ننصحوا يعني إحنا كأخي صائيين ننصحوا برياض الأطفال يعني ما نخليش وليدي معزول لأنه رياض الأطفال رهم كينين بكل الأسعار بضب بضب وراهم في كل الأحياء يعني ألا بغتيت طولهم بديه للروضاء بيأسير حتى لو كانت الأم غير عاملة معليش في هديك الأبريميدي ولا ربع سويع في اليوم ولا تدي وليدها لك للاحتكاك باش للاحتكاك لأنه كان فرق ما بين الاتصال والتواصل التواصل هو فيه تفاعل وهذا التفاعل هو المحور الأساسي أو الطاعدة ليحتاجها الطفل باش يبني كل الحياة النفسية الاجتماعية تعوي باش يكون صحيح وإن شاء الله الصحة وإن شاء الله شكرا أستاذ شكرا شكرا إذن إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا إذن تأخذ الكلام ما هوش حاجة ما تخافوش بزاف ولكن كيف تفتعكم هي الحق كثير من ثلاث سنين لازم تعرضوه على أورتوفونيين ليس أورتوفونيس اللي يراهم في كامل التراب الوطني نحييوهم على العمل الجبار لم يقوموا به لازم دائما تردوا بالكم ولدكم تانية يجب يكون في وقع اجتماعي لازم تكلموا معه لازم يلعب مع الدراري اللي في السن نتاعه لازم يطور الحياة الاجتماعية نتاعه إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحتجناحنا بوانكم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجناحنا ابقوا على خير وتهلونا في ولدنا سلام شكرا 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 من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبدل جهده نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلده من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لما قهرة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجدنا ما كان حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع قدم لكم هذا البرنامج برعاية ترامي شكرا